نهاردة بقنا بنشوف كلاتنبرج بيحلل وبيكشف أخطاء وخدوا بال حضراتكم قبل بس ما كمل كلامي في هذا الأمر الفترة القادمة ستجدوا هجوم شرس هجوم شرس من بعض من لا يشجع نادي الأهل والقنوات التابعة لهم بيتكلموا ضد كلاتنبرج ده ليه؟ لأن كلاتنبرج عمل 3 من 3 يعني ايه عمل 3 من 3؟ يعني في المباراة السابقة قال إن الشناوي لا يستحق كارتة أحمر في الكرة بتاعة المحلة اللي هي طولت من الشناوي والحيها قبل اللعب فكان مع قرار الحكم في هذه اللعبة كرة تانية بتاعت أكرم توفيق ضربة ركلة الجزاء تحسبت قال كان يجب على الحكم وحكم الفار أن يستدعي الحكم لأنها ركلة جزاء واضحة وصريحة وده الكلام اللي احنا قلناه في البيت الكبير تالت واحدة لما قال إن كان يستحق لعب المحلة كارتة أحمر لما داس على رجل أقرب لو تفتكروا فقال 3 من 3 فأنا أتوقع هو بدأ من انبالح هجوم شرس على كلاتنبرج خلال الفترة القادمة علشان يسكت أو يطنش لأنه الحقيقة كلاتنبرج بدأ يقول أخطاء لبعض الحكام في الفيديو الأسبوع اللي بيعملوا بعد كل جولة ما عندوش أي حرج في الاعتراف بالأخطاء وبيوجه الحكام وبيطم من الرأي العام عايز أفكر حضراتكم بمرحلة ما قبل كلاتنبرج كابتن أصام عبد الفتاح كان دايما بيطلع يبرر كل ما هو خاطئ هو كان بيبرر الصح وبيبرر الخطأ أو بيدافع عن الخطأ كان بيدافع عن الخطأ وعن الكوارث التحكمية اللي حصلت السنة اللي فاتت حتى وصلت بيه الأمور إن هو بيخترع مصطلحات ضحكت علينا ناس كتيش زي روح البروتوكول والاحتواء وكلام اللي حضراتكم فاكرينه ده وعمره الحقيقة معترف بوجود أخطاء دايما كان بيبرر بس كابتن أصام وده كان كل يوم يطلع يسمع إحنا بنقول إيه أو غيرنا يعني بيسمع إحنا بأن الناس بتقول إيه ضد التحكيم ويطلع يبرروا في بردامج تاني لكن كلاتنبرج بيحاول أن يقدم شفافية حقيقية في إدارة لجنة الحكام وبيشاور على الأخطاء وبيحاول أن يطور أداء الحكام حتى الآن خلي بالحضراتكم الرأي ده ممكن يتغير بكرة أو بعد على حسب على حسب المباريات وعلى حسب أداء التحكيم أتمنى أن يكون هناك النادي الأهلي ظلم في هذه المباراة في مباراة المحلة هتقول لي ما أنت كسبتها يا سيدي يا مش مسألة كسبت ولا خسرت مسألة أن النادي الأهلي يريد تحكيم عادل مش عايز حاجة أنا عايز حقي فقط ما هي المشكلة لو كانت حسب تراكلة الجزاء لأكرم توفيق كنا جبنا جون زيادة أو اضطرد لعب المحلة كانت المباراة بأتأسهل ما كانت ما هي سهلة تخيلوا بقى لو كلاتنبرج ده كان بيعمله كلاتنبرج اللي كان بيعمله ده بيتعمل السنتين اللي فاته كان إيه اللي حصل السنتين اللي فاته هتلاقوا الحالات كلها ضد النادي الأهلي أولها العظيم وبالمناسبة أنا ما بقولش كده عشان خسرت الدوري أنا خسرت الدوري بسبب الأخطاء التحكمية نعم ولكن كان عندي جزء النادي الأهلي كان عندي جزء لكن الأخطاء التحكمية بتوديك في ستين دا الحقيقة يعني لشأن هم دلوقتي بيحاولوا يعملوا إيه بيحاولوا يجبولوا حد يبقى هو رئيس لجملة الحكام بالمناسبة لكن حسب المعلومات اللي عندي في البيت الكبير كلاتنبرج راجع يوم 16 ديسمبر وحيكمل بدون أي تدخلات أتمنى أتمنى من كل قلبي نجاح تجربة وجود خبير أجنبي في إدارة لجملة الحكام عشان الحيادية ولصالح التحكيم أنا مش ضد الحكام ولا ضد التحكيم المصري ولا ضد الكابتن عصام عبد الفتاح ولا ضد الكابتن جمال الغندور ولا ضد الكابتن سمير عثمان ولا ضد حد من الأسماء الكبيرة جدا كلهم أصدقائنا وعلى دماغنا من فوق كلهم ناس كأشخاص وأصدقاء وحكام كبار كانوا بيحكموا لي أنا وأنا في الملعب وكنت باحترمهم جدا وسأظل أحترمهم ولكن احنا هنا بنختلف على شكلة أو طريقة أداء لجملة الحكام خلال الفترة اللي فاتت بالعكس أنا دايما بتمنى تطور المستوى لكن خلوا التجربة تكمل عشان صالح كرة القدم المصرية وصدقوني أول ما يحصل حاجة غلط هتلقوني بقول إن في حاجة غلط بتحصل أنا ما عنديش مشكلة بالمناسبة سواء بكسب لقدر الله لو بخسر هطلع أقول برضو ما عنديش أي مشكلة خالص فأتمنى إن التجربة دي تكتمل وأتمنى إن هي تنجح